أرحى يا أهل القرآن أنتم خير من الإنسان أنتم أرقى الناس بياناً أنتم للرفاة عنوان أنتم للرفاة عنوان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام كيف حالك يا أطياف؟ الحمد لله طيب تقرأ يا أطياف من أول شيء قبل ذلك كم رقمك يا أطياف؟ ثمانية ثمانية إذا شاركت في الحلقة الماضية نعم طيب تقرأي من سورة المدثر؟ نعم طيب تفضلي أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أرحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا هجتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ماضوا أطياف حاولي أنك توصلي في القراءة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أوصلها عشان المعنى الله يعطيك العافية إذا استطعت إذا ما استطعت فإننا في تصريح التلاوة هنا نجتاز ذلك بحيث أنك تقرأي قراءة صحيحة فقط حاولي ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر بارك الله فيك يا أطياف ونفع الله بك وبما قرأتي هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة تحفيظ